السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مرة اخرى في القناة اليوم ان شاء الله غدي نشارك معكم طريقة عمل الكيك بوبس وكذلك الانس كريم اللي درتهم في العقيقة نتاع صدقان نتاعي ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم اختصرتهم في مكونات جد سهلة ومبسطة وما استخدمتش الكيك هنا عندي البيسكوي متاع الشاي ميتين جرام مطحون وعندي اي نوع من المكسرات انا كم توفر عندي اصلا الكوكو والفول السوداني مهرمش ومطحون ميتين جرام كذلك والنسل كغامل غدي نسرع هاد المقطع غدي نضيف الكغامل ونجمع هاد المكونات كاملين الاصل في الكيك بوبس فهو الكيك اللي كانكنو ديرينه في البيس او لشارينه جاهز كان كنو يعني مخلينو حتى كيبرد كان فتسوه ونجمعوه مع جبن كيري او لا جبن كريمي ممكن كذلك نديرو حتى بسكوي اوريو اللي توفر عندنا هنا بالنسبة لهاد القالب انا دومونديتو من الانترنت اللي كانو اربع حبات فقط لكن صراحة بالنسبة للاعواد كان بعض المواقع اللي كنت شفت فيهم اكثر من اربع انتعال الاعواد كيجيوا مع هاد القوالب الاربعة لكن انا صفتولي فقط اربعة كانو عندي اعواد لكن كانو كبر من الحجم متاع هاده دول بال اذا شريتو من السوق ولا بغيتو تزيدو زيادة فيكون الاعواد على نفس الحجم متاع هاد القالب بالنسبة للطريقة فوضعتو بهاد الشكل هادا وكنضغطو عليه مزيان يعني حتى كاقبط لفهم بالنسبة للطريقة انتعال عود فهو كيكون بهاد الشكل هادا تنحطوه وكنعاودو كنقدوه من فوق بهاد الشكل هادا كنضغطو مزيان باش ما كيجوناش الفراغات من البداية في الحبان ساع الايس كريم بتاعنا فبنسبة لهاد العود يعني كيبغي شوية ديال الخاطر باش ان انا نوضعو بهاد الشكل هادا كنعاودو كنقاتدوه بالنسبة لهاد الحبان ساع الايس كريم فانا ما قيصهش بالميزان يعني مقيصه راسها لاناها كنبقاو كنضيفوه في الحشوان ساعنا حتى كتتتعبق عندنا دك الحبان كاملة غادي نكمل كمية وندخلوه ضروري للمجمد مدن ساع 15 دقيقة عفوان 15 دقيقة ونالتاقيم بالنسبة لحبات ساع الكيك بوبس فهما غادي يكونوا 20 قرام اذا حبيتو تزودو فتزودو لكن هنا غادي لبسوهم بشوكولاتة يكون احسن ان انا ما نكبروهمش بزاف غادي نوزن كامل الكمية اللي عندي 20 قرام ونالتاقيم هنا عندي هاد العويدات اللي متوفرين كنين في السوق غادي ناخدهم ونبدأك نوضعهم في الشوكولاتة ضروري باش انهم يثبتو او لا يقبطو لنا هاد الكويرات هادو بهاد شكل هادا لانهم ما زالين غادي ندخلوهم للمجمد فا اذا ما دخلناهمش للمجمد فما غاديش يقبطو معانا في الشوكولاتة وغادي نبتو كينزلو عندنا هاد الكورات من الاعويد غادي نكمل كامل الكمية ندخلوهم متنسع 15 دقيقة اهنا من الفاتس 15 دقيقة على الايس كريم غادي نزولو بهالطريقة كنديموليوه ملو ملتاس سيليكون هو الاول ومن بعد كندفعو داك العويد كنخرجو بهالطريقة طريقة واضحة ان شاء الله يعني يعجبكم هادا الشكل انتسع الايس كريم وتديروه جربوه كيجيزوين بهالشكل هادا هنا عندي شوكولات اللي دوبتو انا استخدمت هنا هي شوكولات كهلا تقدروا تستخدموا اي نوع شوكولات فغادي ناخد بهالطريقة كنناخد بالملعقة وكن بدها كننزل في الشوكولات بالنسبة لهاد الحبات فهما مجمدين ملاحظة ما تديروش كيفية يعني خدمو الحبه حطوها اذا كنتو غادي نزينو بالعقاق كيف ما انا زينت فحطو العقاق مباشرة ما تديروش كامل الحبه سعدت بدو تزينو لانه غادي يجمد هاد شوكولات وما دينش تقدرو تزينو فضروري ان انا كنديرو الشوكولات المرة الاولى والثانية وحتى ثالثة ان يعني اضطرينا كنحاولو ان انا كننزلو دكشكلات زائد وممكن ان انا حتى على الجنب دي الصحن كنزولوه بهات الشكل هادا فهنا يعني اول ما كنكملوها بهات الشكل هادا ممكن ان نزينوها اذا استخدمنا العقاق فانا كنت دوموندت القوالب اللي خاصين بالمواليد اللي في مبوسيت او اللي ها يردعه ما وصلونيش طريس ان انا نزين بهات الشكل هادا فانا وضعت هاد العقيق هادا كيف ما شفته او العقيق الرش اللي كيكون ملون بالنسبة لي انا هنا استخدمت هاد الحبات المتعلولي يعني اللي كان متوفر عندي هو اللي يزينت به وضعتهم في الشكلات شوية كبش قبطه انا وضعت لسات الحبات بهات الشكل هادا وكان عندي دوك الحبات انسى على القلوب اللي هم ذهبي فهما حاولت انا ننسق في الالوان وكذلك هاد الحبات انسى على القلوب غادي نوضع ليهم اللي قليل من شوكولاتة باش هكذا تقبط عندنا هادي نضعت لسات الحبات بهات الشكل كيف ما واضح تقدروا تصديروا ربطة من سينتا يعني على شكل فيونكا او لورضة هنا بالنسبة لهذا الشكل كيف ما ذكرت معكم يعني اول باول فانا مقدرش انني نوضع هادا العقاقة لانه نزلي على الجوانب نتاع الحبات نتاع الايس كريم طررت انني ندير خطوط نتاع الشوكولاتة وما نوضع لهم هاد العقاقة كيف ما شفتوا معي اول حاولت انني ننسق في الالوان بهات الشكل هادا فهنا قدرت فقط اللون البينك او الوردي مع الفوشيا والابيض بالنسبة لهاد الوردات فهما انا كنت خادمهم من قبل وكذلك كدرتهم للتزيين تاع الحلويات تنسع العقاقة اولا السبوع بعجينة السكر فكيف ما شفتوا معي ممكن انكم تخدموا كميات وتحتفظوا بهم لحين الاستخدام كيكونوا حسن وحسن لكن في نفس اللحظة كيكون صعيب باش اننا نخدموهم باش اننا نديروا هاد الحبات هادو نتاع الكيك بوبس اولا الايس كريم فكذلك هنا غادي نوضعوا هاد الحبات تنسع السكر او لا ورد السكر غادي نوضعوه في الشكلات وهو غادي نتبتو بهذا شكل هادا كنحاولو فقط ننسقوه بين الالوان وكان هذا هو الشكل التاعها النهائي يعني حاولت انني انقادت الالوان اولا ننسق فيهم ان شاء الله تعجبكم وبنسبة للكيك بوبس فهو غادي نديروا بهالطريقة هادا حتى هو من بيت ما كان نخرجوه من المجمد يعني كان نحاولو اننا نديروا بهالطريقة كلفوه في الشوكولاتة المرة الاولى والثانية ونحاولو اننا نتخلصو من زائد نتاع الشوكولاتة فكذلك على الجنب انتع الصحن غادي نحاولو اننا نتخلصو من الشوكولات الزائد فبنسبة للشوكولات كي يجمد بسرعة بسرعة يعني ثواني فاش كنحطوه كلقاوه جمد هنا وضعت هادا الشكل هادا اللي كان لون تاع فوشيا وعلى شكل بابيون او لا ورده ستخدمت هات 30 متاع الالوان هدا هو الشكل متاعهم تقدروا تديروا اي حاجة حبيتو بالنسبة للشكل الثاني غادي نتخدموه معاكم يعني غادي يكون مبسط وسهل كذلك غادي نغطسو الحباء في شكلاتهم بقاوكا ندوروها بهات الشكل هادا غادي نستخدم هنا يا العقاق وغادي نوضع هاد الحبان تاع الورد والاشكال الثانية فواضحة في اول الفيديو كيف ما شفتوا معي وكذلك في النهاية وكان هدا اخواتي هو الكيك بوبس اللي درته في العقيقة تاع بنيتات صديقتها ان شاء الله ربي يحفظها لها لكن استخدمت فيه هاد الاشكال تعجينة سكر ان شاء الله يعجبكم وتجربوه اشتركوا في القناة